أول حاجة تحية إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها يعني ما بيجي حد يقولك السلام عليكم تقوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس إن هاي التحية مش غريبة علينا رشل لأنه هي هاي التحية أصلا مسحية أخذت من اليهودية شلوم عليكم السلام عليكم يعني بس هذا السلام اللي احنا متكلم إنه عمل عميق مش بس مجرد تحية تحية بالنسبة للمسلم يعني أنا بحس إن السلام بالنسبة للمسلم بيفقد معناه اللي هو المسيحي بيعيش به المسيحي بيعيش المسيحية بتخلي السلام داخلي يعمل تغيير داخلي ينتج تغييرا خارجيا يعني أنا بتمتع بالسلام الداخلي فأطلع أفكار فيها سلام من جهة الآخر وأفكار سلام تجاه نفسي ومع الله لكن بالنسبة للمسلم اللي هو بيتكلم على الإسلام إنه هو بييجي بالسلام هو مش فهم يعني إيه سلام يعني إيه مصطلح سلام بالنسبة للمسلم مصطلح السلام ملوش معنى واضح يعني مش بيتكلم على الطمأنينة الداخلية جوه الإنسان السلام معناها هي العلاقة اللي ما بين الواحد والآخر هي تحية هي استسلام يعني أنا مي أستسلم أو زي ما بيحطوا الرايا البيضة ده نوع من أنواع السلام ده مش سلام أبدا استسلام يعني سلام السلم أو الهدنة من ناحية أخرى موسيقى